ترجمة نانسي قنقر ولا بقى كان فيه إشعاعات ولا كان فيه أخبار فيك ولا كان فيه نميمة وخبر غلط يتعمل له شير ويعمل حالة قلق ويطلع الخبر أصلا مضروب مكانش فيه كلام ده كانت الدنيا أفسط من كده بكتير وكانت الناس مستريحة بكتير الحقيقة صور وابعت هاشتاج مساء دريم على صفحة مساء دريم بنقول لحضراتكم صوروا أو بعتونا أي صورة حضراتكم مصورينها أو موجودة معاكم فيها حاجة إيجابية تحبوا أنها تنتشر أو مشهد أو لقطة سلبية أو مش حلوة ما تحبوش أنكم تشوفوها ده هاشتاج صور وابعت على صفحة مساء دريم اخترنا حاجتين النهاردة الحاجة الأولى الحقيقة المواطن إسماعيل عبدالدايم صور لنا وبعت لنا على صفحة مساء دريم طريقة نقل الأطفال للمدارس في قرية زرقون في البحيرة أخذ الصور دي وبعت هنة وقال لنا أنه دي طريقة اللي الطالبة بتروح بيها مدرستها في قرية زرقون في البحيرة إحنا لسه من أسبوعين ثلاثة عرضنا حاجة شبيهة بكده بمحافظة أخرى يعني يعني زي ما قلنا قبل كده يعني المشهد ده لازم فيه أطراف كتيرة توقف عنده أولا السواء نفسه اللي شايل العدد ده من التلاميذ والطلبة والأطفال معرض حياتهم لهذه الخطورة ده لازم يتحاسب طبعا السادة في المرور في الشارع يوقفوا ويوقفوا الناس دي كلها ما ينفعش يعدوا المشهد ده ما ينفعش يعدوا المشهد ده رقب العربية مش باين لأنه أعتقد يا أحمد لأنه رجله زميني بيقولي رقب عبدالد مش باين لأنه الولد رجله جاي على الأرقام بص آه آه بس هو لأ يعني هو بيقول رقب العربية مش يعني لأ والمواطن اللي بعت لنا الصور دي اسماعيل عبدالدين بيتفرج علينا وبيتابعنا دلوقتي لو عندك صور فيها أرقام العربية بعتهنا إحنا نبعتها رد دخلية فإن ده غلط بعدين أولياء الأمور كمان يعني مش ماقولة ولية الأمر مش عارف ابنه بيروح مدرسته ازاي لازم بفاهم بياخد توق توق بيمشي على رجله بياخد مترو يعني أي حاجة يعني مايفعش بقى مش عارف ابنه بيمشي ازاي ومايفعش بعارف أن ابنه بيروح المدرسة بالطريقة دي ويسكت الحقيقة خطر جدا ده فرمالة واحدة أو مطب واحد لا قدر الله الصورة الثانية في صور وابعت هي بقالها فترة حياة موجودة بس جات لنا كتير وما كناش عرضناها فقلنا خلاص نعرضها لانه في مواطنين مصممين ان احنا نعرضها مواطن محمد عبدالعلم بعت لنا صور من سوق الجمعة في امبابة سيدة تفترش الرصيف تبيع ادوية يلا الدواء الشريط ب3 جنيه يلا الدواء الشريط ب5 جنيه بالمنظر ده ده مشهد احنا سوق الجمعة برضو تكلمنا عليه كتير قبل كده سوق الجمعة في امبابة سوق الجمعة اللي عند السيدة عيشها سوق الجمعة اللي عند السيدة عيشها انا لسه من 3 اسابيع بالزبط يعني في يوم جمعة كنت قريبة من هناك كنت هناك انا شفت الحقيقة مشاهد والله العظيم انا كنت ماشي حاسا ان احنا في عالم تاني اللي حضراتكم شايفينه ده برضو ادوية وحاجات على الارض انا يعني انا برضو مش ضد انه الناس الغلابة دي تسترزق وتبيع واللي بيبيع ملابس واللي بيبيع احذية واللي بيبيع شنط يعني يسترزقوا بس بنظام مش بعشوائية كده والحاجة مرمية على الارض والناس فوق بعضها وشتايم مش عايزين ده عايزين كل حاجة تبقى موجودة بس بنظام والناس تسترزق بس بنظام وشفت الحقيقة كمان بنورة بقى بالكلام يعني عن الحيوانات كميت بقى قطط وكلاب والطيور وعصفير في قفاص مرمين طبعا بقى اللي عايز يبيع واللي عايز يعملوا بتاع الله اعلم بتحطلها مية بتتسابلن ما تموت من العطش عادي جدا حيوانات بقى مين حيبصلها كل المشهد ده على بعضه الحقيقة كل المشهد ده على بعضه لازم يتم النظر لسوق الجمعة في انبابة في السيدة عيشة وانا واثقا ما فيه كمان اكيد مناطق تانية صور بعد صور وبعد